عايزين قراءة من حضرتك وتحليل لتعامل الإعلام الغربي مع الأحداث من 7 أكتوبر لحد النهاردة هندخل على طول في ما يخص موضوع الإعلام والتغطية الإعلامية والإغبارية لأحداث غزة منذ وقعها للأسف الشديد نحن أمام مدرستين المدرسة الغربية في التغطية الإغبارية أنا بسميها مدرسة صناعة الكاذب والتضليل والتزيف يعني الآن ومن خلال متابعة دقيقة للصحافة الغربية والصحافة الأمريكية وهناك نمازج محددة وواضحة هو فن صناعة الكاذب حضركم عارفين الشعار اللي كان بيقول اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك الأدوات التي يتيب باستخدامها في الإعلام الغربي ليس فقط الكاذب وإنما التضليل وإنما الانحياز التاب والمطلق للرواية والسردية الإسرائيلية الإعلام العربي يمارس دوره الحقيقي في التغطية ولكنه يفتقد ويفتقر إلى كثير من الأدوات لمخاطبة الخارج والرأي العام الخارجي أتحدث عن الرأي العام للشعوب لا أتحدث عن القادة والساسة لأن موقفهم واضح ومنحاز منذ اللحظة الأولى أيدوا عبر تصريحات إعلامية الرئيس الأمريكي أغلب قادة الاتحاد الأوروبي قاموا بزيارات فورية إلى الجانب الإسرائيلي تبنوا الرواية الإسرائيلية وزير الخارجية الإسرائيلي عند وصوله إلى إسرائيل قال في تصريحه الأول أنا هنا لست وزيرا لخارجية أمريكا ولكني كمواطن يهودي وكل القادة في الغرب قالوا لإسرائيل نحن نقف معكم وبجانبكم ومن ثم كانت الرواية الإعلامية الغربية منبثقة من هذا الإطار للدعاية لأغراض سياسية إذن هي دعاية وإذن هو إعلام منحاز بشكل واضح وصريح للرواية الإسرائيلية الكاذبة على حساب الرواية العربية الحقيقية صاحبة الحق